أهلا بحضراتكم من جديد والحديث عن مباراة بيرامدزو الأهلي على بركة الله إن شاء الله النهاردة هتكون آخر مباراة للفريق في المسابقة المحلية قبل الصفر إلى قطر للمشاركة في كاس العالم للأندية هي مباراة مهم جدا نأكد على هذه المعاني هي مباراة بثلاث نقاط مهم جدا الترجيز تعمل اللي عليك وفي النهاية إن شاء الله ربنا يعني التوفيق يكون معاك ويحلفك التوفيق وتكسب بهذه المباراة عشان تكون في معنوات جيدة قبل الصفر إلى الدوحة بيتسو مسماني المدير الفني الجنوب إفريقي لفريق النادي الآلي اختار قائمة 21 لاعب استعدادا لمباراة اليوم في حراسة المرمى السلاسي محمد الشناو العائد من جديد إلى حراسة المرمى مع علي لطفي ومصطفى شبير وفي خط الدفاع محمد هاني أحمد رمضان بكهم ياسر إبراهيم أيمن أشرف بدر بنون سعد سمير وعلي معلول في وسط الارتكاز عمر السلية وأليو ديانج وحمدي فزحي وفي الأمام خط الوسط الهجوم حسين الشحات محمد مجدي أفشا طاهر محمد طاهر محمود قهربة وصلاح محسن ومروان محسن ومحمد شريف وولتر أبواليا 21 لاعب بالتأكيد هتكون القائمة النهاية 18 لاعب يتم استبعاد 3 لاعبين فور الوصول إلى ملعب الدفاع الجوي وفي أحدهم بالتأكيد هيكون حارس مرمى مصطفى شبير ويكون فيه اتنين أيضا كمان من قائمة المباراة خارج الاسكور وقائمة مباراة اليوم